اشتركوا في القناة 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 وبدأت المشاهدات وبدأت الاسئلة تصل من الناس وافرغوا الصيدليات واشتركوا في القناة وكل شيء لتقوية الجهاز المناعي وهذا شيء جيد حقيقة اشتركوا في القناة ابراك بالرزق و بالسعة العلم و بالطول العمر و بالسلام و الصحة و العافية و بالرضا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا و الاخرة كلكم انت اختي الكريمة انت اخي الكريم انت حبيب الصغير اللي قاعد تأكل الحاج الحاجة كلكم تبعدوني وعد وعد شرف كلمة مام الله سبحانه وتعالى تدعو لي على هذه المعلومات اللي راح تسمعوها ابدأ معكم الحلقة ان شاء الله تعالى بسم الله فيتامين سي من الالف الالياء طبعا مو المهم ان نشاهدوني المهم ان نشاهدوني المعلومات اللي حقيقة راح تندهلون ان شاء الله بعد ان تسمعوها مصادر الحقيقية وظائف فيتامين سي كيف نحصل عليه اولا مصادر الحقيقية و من اين يأتي اخواني كلكم والكثير منكم يعني شاهد الحلقة الاولى القصيرة اللي عملنا على فيتامين سي ووردت السؤولات الكثيرة على فيتامين سي كيف نحصل عليه وهما هي الجرعة الامنة و كيف نأخذه و كيف نضمن الامتصاص لفايتامين سي هذه حقيقة اسألة مهمة جدا 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 اولا اخواني مصادر فيتامين سي حتى اكون صريح معكم لا نتكلم بالطب لا نتكلم بالخرافات ولا بالخزعبلات ولا بكلام العطارين مع احتراماتنا لهم مصادر الحقيقية اخواني للفايتامين سي هي الطعام نعم الطعام فقط هذه المصادر الحقيقية للفايتامين سي اخواني احبابي حتى نعلم شيء بالتأصيل العلمي اخواني ان هذا يغفل الحقيقة الكثير من الأطباء الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذه الكوة الأرضية بتوازن يعني خلق منظومة متكاملة منظومة متوازنة بكل شيء يعني فلما نأتي احنا اخواني يعني في المجال الطبي مثلا يعني نقوم نحاول ان نحاكي شيء الله سبحانه وتعالى خلقه مثلا الله سبحانه وتعالى خلق فيتامين سي ووضعها في الحمضيات ووضعها في الفواكه الأوراق الخضر ووضعها في اشياء كثيرة نتناولها كل يوم غنية هي جدا بالفيتامين سي فلما نتجي احنا البشر بقدراتنا الطائلة البسيطة المحدودة التي الله سبحانه وتعالى يعلم بها لا يعلم الخلق هو لطيف الخبير حتى نحاكي هذا الشيء فنصنع نقوم بصناعة شيء اسمه يعني فيدامين سي مصنع مختبريا او احيانا نسميه بالانجليزيين يعني صناعة يد يعني في المعمل ونقنع الناس اخواني ان هذا الفايدامين سي قابل الانتصاص من قبل الجسم البشري وانه سوف يقوم يحل محل الفيتامين سي الحقيقي فهذا حقيقة كلام فارغ وليس فيه من العلم شيء طبعا اخواني راح يجونا الاطباء واخواني واحبابي واساتتي يقولون لي لكن هذا اثبت والدراسات العلمية اجريت ورأينا كيف يقوم الكبد بعملية الميتوبوليزيم للفيتامين وتحويله لمجردن اخواني لاحباء هناك فرق بين الامتصاص واليوتاليزيزيشن هناك فرق بين ان جسمك يمتص شيء معين ويستفيد منه وبين ان يمتص ويضع فقط في مجرد من غير ان يستفيد من عنده وبين ان لا يمتص اصلا وهذا الاطباء الكلام مفهوم بالنسبة لهم فخلينا نغوص في هذه المسألة اخواني الفيتامين سي المأخوذ من الطعام يمتص من جسمك مئة بالمئة الفيتامين سي المأخوذ من الصيدليات هذا الاسكوربيك اسد اللي شاهدونا امامكم هذا ويدامين سي 1000 ملغرام اسكوربيك اسد الموجود في الصيدليات هذا بهد شرعة مئة يعني ألف ملغرام للحبة الواحدة اخواني هذا جسمك لا يمتص من خمسة الى عشرة بالمئة فقط وانا مسؤول عن كلامي طيب هذا الفيتامين سي اخواني كما قلت لكم في الحلقة السابقة هذا المضاف فيتامين سي هذا غلاف الفيتامين السي الحقيقيية الله سبحانه عليshots او من خلق فيم منظومة خلق في مجموع من ال الرña تسمى فيتامين سي وهذا قلت لكم ممارات عديدة سي من Drink اخواني فيتامين سي يأتي معه شي اخر اسمه THEY بايو فلافونايد الذي هو موجود في غشرة الليمون والحمضيات ايضا يأتي مع جزئة الفيتامين سي الحقيقية. يأتي معه بعض الاطباء يسميها فيتامين بي. يأتي معه ايضا شيء اسمه فيتامين جاي. يأتي معه ايضا عنصر اسمه من المنرالز اسمه الكوبول. يأتي معه ايضا اخواني في جزئة الفيتامين سي. يأتي ايضا معه وفيتامين كي. هذه كلها تشكل الفيتامين سي كوملكس. الاسكروبيك اسد اخواني هذا اللي تأخذه من السعديات هو فقط الغلاف غلاف البيضة او قشرة البيضة الذي يقوم باحتواء كل هذه المواد في الداخل. هذه المواد اخواني. اللي قلنا عليها اللي تقوم بحماية راعتين. تقوم بحماية الغد الكورورية اللي تفرز هرموناتك كلها. تحميك من السترس. تحميك من الضغط النفسي. تحميك من التعب النفسي والارهاق. تخليك تقاوم يعني السترس الموجود في الحياة والضغوط النفسي الموجودة في الحياة. تقاوم الاجهاد التعب المزمن. جاي اخواني هو اللي يدعم الرائتين. يدعم عندك كل الافعال الحيوي اللي تقوم بها راعتين من تنفس وتبادل الاكسجين. تنظيف فرعتين من ثاني اوسيلي كاربون. تقوية الخلاير يعني الحويصلات الهوائية فرعتين. الكورور اخواني يعني يدخل في كل العمليات الحياتية ويدخل حتى في تكوين هرمون الذكور اللي هو التستوستيرون الموجود في الاناث والذكور. وعدم وجود الكورور يعني حقة لو وجود الكورور يعني مشاء الكثيرة من هذه مشاكل الضعف الجنسي وغيرها مشاكل التعب. الارهاق المزمن. وهن العضلات. هذي كلها تذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. فايتامين كي هذا يعني داخل في كل شيء. حتى في عمله او تداخله مع الفايتامينات الثانية. هذي الاخواني كلها محمية بالاسكوربك اسيد. الاسكوربك اسيد اللي هو الفايتامين سي اللي تشتري من الصلاة. اللي هو القشر الخارجي فقط. طيب. فايتامين سي لما يؤخر اخواني في الطبيعة. لما ناخذ من الفلفل الاخضر. لما ناخذ من الحمضيات. لما ناخذ من الملفوف او الكومب او الكابج. او هذا هو فيتامين سي الحقيقي. هذا جسمك يمتص مئة بالمئة. يعني تأخذ منه مئة ملغرام في وجبة او صحن سلطة او مئتين او ثلاثمية ملغرام يمتص جسمك بالكامل. تأخذ حبة حتى يكون كلام واضح. تأخذ حبة واحدة. الف ملغرام من فيتامين سي اللي هو اسكوربيك اسيد اللي هو فقط الغشوة الغلاف الخارجي لجزئة فيتامين سي. يمتص جسمك خمسة الى عشرة بالمئة فقط. ويطرح الباقي في الادواء في الفضلات. هذا حتى يكون مفهوم. رقم واحد. رقم اثنيا. الصيدليات اللي تكلمنا عنها. اخواني الصيدليات الان بدأت يعني حقيقة اخواني حتى اكون صريح معاكم. لاني انا يعني كما تعلمون مهنة الاساسية يعني كانت كصيدلاني كطبيب صيدلاني قبل ان اتحول الدراسات العلمية البحثية التطبيقية ودراسات الطب المقارن. اخواني احبابي حتى تفهموا شيء. في العالم العربي بالكامل. عالم العربي بالكامل. كل شيء كل علاج يصنع الا مرحم الله يأتينا معبأ في صناديق من الدول الأجنبية من أوروبا من أميركا. يقوم الصيدلاني فقط باستخراج الخلطة واللي يعملون في معامل الأدوية يعني يعلمون بهذا الشيء. اخواني ونالطباء السيادلة. ويعني وانا الحمد لله عملت في هذا النجال يعني في اكثر يعني في سنوات عديدة حقيقة. يعني اخر موقع كالي كنت مدير يعني مساعد مدير احد الاكبر الشركات الدوائية في بلاد الشام في سوريا. فأنا وهو وكل الناس يعلمون هذا الشيء. يأتي العلاج معبأ في صناديق لا يعرف حتى الصلاة. يعني من اين انتج هذا العلاج. في فيتامين سي. اوكي في فيتامين سي نقوم بتصنيع الحبوب. طيب هذه الحبوب يعني من اين صناعات وهذه المفاجئة التي تسمعون الاول مرة اخواني. فيتامين سي الذي بصها دلات. تم تصنيعه من قبل الشركات الدوائية في الخارج في الدول الاوروبية وفي امريكا من دمج السولفورك اسيد مع الكوروني ستارش الذي هو نشأ الذرة. نشأ الذرة مع السولفورك اسيد اللي هو احد انواع الاحماف. طيب السولفورك اسيد هو ما يحتوي على فيتامين سي اصلا. ونشأ الذرة ما يحتوي على فيتامين سي اصلا. دمجوها الاثنين وطلعونا جزئة سيمثاتيك يعني يعني مصنعة تشبه في تكوينها الاسكوربك اسيد اللي هو الموجود في فيتامين سي حتى يضحكون بها على الجسم حتى الجسم يمتصر والجسم مرح يمتصر. اذا ما كان محتاج لها جدا كان كان الانسان يكون الانسان مصاب بداي الاسكوربوت او السكوربي. في هذه الحالة يعني مجبر الجسم على امتصاص كمية قليلة من عدها. لكن الحقيقة لن تنفع الجسم بشيء. لانه لا الكروني ستارش اللي هو نشأ الذرة بي فيتامين سي ولا السلفرك اسيد بي فيتامين سي. فحتى تعلمون ويعلم كل الصيادة للاخوان ولا طباء الان الشي لا تكلم. الحقيقة يعني انا متأكد اي طبيب الان سوف يسمعني اي دكتور اختصاص سوف يسمعني سوف يندهش من هذه المعلومة انه لا يعلمها يعني. هو يعلم فيتامين سي. من اين صنع الفيتامين سي لا يعلم. يأتينا بصناديق معبئ نقوم باستخراجه تعبئته في الكبسول تستنيع على شكل حبوب وبيع للناس. الصورس. النون. الان انا اخبرتك يعني اخي الحبيب واختي الحبيبة المشاهدين الان يعني انا طباء العزاء انت الان تعلم من اين صنع الفيتامين سي فلا تضحك على المريض وتقول له خذ فيتامين سي من الصيدلية وسوف يعني يقوم بتصليح جميع المشاكل لانه ان يصلحها. الاساس هو الطعام الفيتامين سي. طيب. نأتي للطعام. افضل مصادر افضل مصادر من سي لوجه الكركب سبحان الله اولا عشبة او ثمرة اسمها الكامور كامور وهي كتبتها هنا. انظر لها. الناس اللي يعيشون في اوروبا الناس اللي يعيشون في امريكا في كل الدول اللي عندهم حسابات على ايباي يستطيع ان شراء هذه المادة بشرط ان تكون اوغانيك. ثانيا اسيرولا اسيرولا تشيري نوع من النوع الكرز ثمرة الكرز مطحون. طبعا اخوان الكامور كامور كل خمسة غرامات ملعقة صغيرة يحتوي على 750 إلى 800 ملغرام من الفيتامين سي. يعني سبعة اضعاف اللي يحتاج جسمك في اليوم. يعني رائع جدا. الاسيرولا تشيري نفس الكمية 700 إلى 800 ملغرام في كل ثلاث إلى خمسة غرامات. يعني تحدث عن ملعقة صغيرة. يعني ملعقة كوب. فهذه هي يعني أغنى شيء موجود على وجه الكولارضية. فاللي استطاع الحصول عنها اخواني. جزاكم الله خير. احصلوا على هذا الشيء. يعني من هذا المصدر. اللي ما استطاع الحصول عنها. اللي يقيم في ودونا العربية. اللي ما عنده حساب على يبي. اللي عنده وامازون. لكن مطلع على انها تصنع فقط في امريكا الجنوبية. أحيانا حتى لا يشحنوها يعني خارج. يعني يعني امريكا الولايات المتحدة. أو خارج راح نعلمكم. ابقوا معنا. شون تحصلون عليه. وعلى عناد. هذه الشركات اللي تنتج هذه المكملات الغالية جدا. ستعرفون شون تحصلون عليه. في منزلكم وبأرخص ثمه. الآن ننتقل الموضوع ثاني. وظائف فيتامين سي في الجسم. اخواني كل واحد يسألني على فيتامين سي. يجب على البال. الفلاونزة. البرد. القحة. النشلة. الكحة. هي هاي. كأنه يعني لا شيء فيتامين سي غال. اخواني فيتامين سي يعني شيء ما تتصور قدر أهميته للجسم. يعني هناك أبحاث وجهة من قبل أطباء عالجوا أبنائهم. بفضل الله وحمته. من السرطانات اللوكيميا. فقط بفيتامين سي. هناك طبيب. دكتور رايموت. أنا من أساتذتي. يعني أعتبره هذا عالم هو. يعني عالم يعني. أمريكي معروف عموه بالسبعين. ما شاء الله تبارك الله. لم يصاب حتى بي. يعني. يعني البرد أو الزوكان. منذ يمكن سبعة وعشين أو ثلاثين سنة يعني. هذا الطبيب أخواني. عمل شيئا في حياته. قطع السكر نهائيا من كل شيء. حتى كحول. وهو نصراني. طبيب نصراني. لا يتناول الكحول حتى لأن يعرف ما هي الكحول. وما هو ضارها على الجسم. وهذا الطبيب. الشيء الثاني الذي يعمل. يأخذ كل يوم في اليوم الواحد ستعاش. يعني سكستين. ثاوزين مللغرام. يعني ستعاش غرام من فيتامين سي. أنت الآن عندما تشتري حبوب الفوار. كل حبة تحتوي على 500 ملغرام. أو 250 ملغرام. هذا الطبيب العالم. اللي عمره بالسبعين الآن. وتجد وجهه حتى تجاعد ما شاء الله ما به. ولم يصاب حتى بأمراض البريد. ولم يدخل إلى المستشفى. يعني. وصحة ما شاء الله جيدة جدا. هذا العالم يتناول في اليوم الواحد. ستعاش ألف ملغرام من فيتامين سي. أكيد أخوانا يقولون. الحد المطلوب يعني. فقط هو ما بين 90 إلى 150 ملغرام. ولكن هذا الكلام غير صحيح يا أخواني. أنا لا أطلب منكم أن تفعلون مثل ما يفعل الدكتور رايموند أو غير من الأطباء. لكن حتى تعلمون قيمة هذا الفيتامين سي حقيقة. وأنه مفاهيم كثيرة خاطئ لدينا عنه. طيب. وظائف فيتامين سي وأهمية للجسم. أولا أخواني للجهاز التنفسي. لتقوية المناعة. يعني رائع جدا. بشرط أن يأخذ من الطعام كما قلنا. تقوية الجهاز التنفسي. الحالات الإنفلونزا والبرد تحتاج أن تأخذ في حالات الإنفلونزا بالوقت كل ساعتين فيتامين سي. إذا فعلت هذا الشيء بإذن الله وبفضله. لن تستمر عندك نوبة الإنفلونزا والبرد بإذن الله تعالى أكثر من يوم ويومين. بإذن الله تعالى. والله سبحانه الله المشافي. لا أنا ولا غيري. الجهاز الهضمي. رائع جدا. أخواني فيتامين سي له علاقة بالكولاجين. أنا أنا سمعون النساء الجالسات اللي يوحوني يشتغون من الصدليات مادة الكولاجين والكولاجين بيبتايد. ويقولون أن هذا يعني شيء رائع جدا. وهم لا يعلمون أن أخواني للأسف الشديد أن هذا الكولاجين اللي تشتغون من الصدليات ويشتغون أخوان من الصدليات وصنع من عظام وجلد الخنزير. رقم واحد. رقم اثنين هذا مو هو الكولاجين الحقيقي. اللي هو مادة الجلاتين اللي يمتصها الجسم. هذا في أنواع ثانية. لذلك أحيانا تلقون تايب 1 تايب 2 تايب 3 كولاجين. أحيانا كولاجين أحيانا كولاجين بيبتايد. أنواع كثيرة. هذه ليستها الحقيقية أخواني. الجسم يعرف الكولاجين الحقيقي. ونسوي لحلقة إن شاء الله. شون تحصل عليه بمنزلك. وعلى عناد الشركات الدرائية. وعلى عناد خبراء التجميل. وعلى عناد الشركات المكملات الغذائية. اللي تتخليكم تدفعون عشرات ومئات الآلاف من الدولارات فقط. حتى تحصلون على مواد تقدر تصنعها بالمنزل. والجسمك يمتصها بالمنزل. الجهاز الهضمي أخواني. كل الجهاز الهضمي من الداخل يحتاج إلى الكولاجين. حتى يعمل ترميم إليه. والكولاجين ما رح يمتص إذا ما موجود فيتامين سي. هذا خليها بالتأختي العزيزة الأخي الحبيب. كل إنسان يحب يحافظ على نظارة بشرة وغيرة. جلد الجهاز الهضمي لا يوجد فيتامين سي. لا يوجد متصاص للكولاجين حتى لو أخذ ثلاث مرات في اليوم. ما رح يستفاد من عند الجسمك. لأن الأثنان يعملون بشكل تعازري. هذا ما موجود؟ هذا ما موجود. هذا الشيء الثاني. إذن لا فيتامين سي لا نظرة للوجه ولا أي استفادة. طيب. الجهاز العصبي أخواني الجهاز العصبي تقوية الجهاز العصبي. الفيتامين سي يدخل في حيوية وتركيب وعمل. وكل شيء تقوم به الغدة الكضرية. الغدة الكضرية فيتامين سي أساسي لها حتى تعمل. الغدة الكضرية المسؤول عن إفراز هوموناتك عن تقوية جهازك العصبي. عن إبعاد القلق والتوتر ونوبات الهلع والكآبة. كلها عنك مع وجود فيتامين سي يجب أن يكون عنصر فعال. الناس اللي يعانون من الكآبة. الناس اللي يتناولون الأدوية العصبية لحالات الكآبة. العلاج الاكتئاب والنكزايتي والدبريشن وهذه الأمور. كلهم يحتاجون أن يأخذون فيتامين سي بجرعات عالية. لأنه أساسي للغدة الكضرية التي تقوم بكل هذه أفعال الحيوية والحياتية. طيب صحة القلب والأوعية الدموية أخواني فيتامين سي أساسي لترميم الجدران الداخلية والأوعية الدموية من الداخل. إذا لم يكن هناك فيتامين سي لن يقوم الكولاجين بترميم هذه من الشقوق والتعب. سوف تفقد الأوعية الدموية والشرايين التي هي المرونة. ثم سوف تبدأ بالأصابة بالكلوتس، الجلطات، الذبحات، انسداد هذه الأوعية. لأن الكولاجين لا يقوم بعمله في تصليح هذه الأوعية. فيأتي محل الكوليسترول فيقوم بتصليحها ثم يبدأ بالتجمع مع وجود السكر. كما شرحنا فيقوم بسد هذه الشرايين لأنه فيتامين سي ما موجود ولأنه أنت تتناول السكر. طيب الهورمونات كما قلنا. الغدة الكاظرية ما تعمل بشكل صحيح إلا مع وجود فيتامين سي مهم جدا. المناعة لا مناعة إذا ما كانت فيتامين سي موجود. فيتامين سي أسنشال ضروري جدا 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 إلى ما لا نهاية للجهاز المناعي حتى يعمل بشكل رائع في مواجهة الأوبية والأمراض بالذات الفيروسية. طيب الآن نجي. ثالثا كيف نحصل عليه بأرض فضل وأرخص طرق وهذه مفاجئة الحلقة إن شاء الله اللي راح تتعلمها بهذه. أتمنى كل المعلومات التي سمعتها تكون سمعتها وأنا متأكد أن سكون سمعتها الأول مرة. قلت لكم وأعد مرة ثانية أتحدى أي طبيب بإذن الله بعد فضل الله علي لأن الفضل لله أو الأخير من غير حول مني ولا قوة أن يكون لديه حلقة كهذه الحلقة يشرح فيها فيتامين سي من الألف للياء. أخواني للأسف بعض الأخوان أو الأحباب يحبون أن يسمعون حلقات قصيرة خمس دقائق على طريقة العطارين والعشابين يخرج في الإقنامات الفضائية. الحلبة فوعد الحلبة كذا 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 كذا. السلام عليكم الله وبركاته. ماذا فهمني يعني؟ وبعدين طيب ما هذه الاستخدام؟ منين نجيبها؟ كيف نستخدمها؟ ما أحد فهم شيء. وهذا الأسف يعني تسويق. لكن في قناتنا في فكرنا بإذن الله تعالى في ستواعات يوجدنا في طريقة إيصاننا للمعلومة هذا الشيء ما موجود عندنا. يما نشرح الشيء نعطيه حقه يما لا نشرحه أصلا. لذلك حتى تكون عندك علم بكل شيء حتى لا تسأل شيء بإذن الله تعالى ولا تكون بحاجة للسرعة عن شيء آخر. كيف نحصل عليه؟ باريخ أصدر. أخواني أعطيكم المعلومات التالية. مثلا. فيدامن سي موجود في الطعام أخواني مثلا. ما استطاعت تتحصلون على الكاميرا كراما والأسير ولا تشيري؟ وهذا السؤال وردني من كل الدول العربية والدول الأجنبية. طيب ماذا نحصل عليه؟ لذي لا يمكن أن يشترون هذه المنتجات؟ اسمع وسجل بالورقة والقلم. أولا. وهذا ستندهش من عنده. اللهانة. ماذا؟ اللهانة؟ الملفوف. الكرومب. كما يسمونه المصريين أخوانا في مصر. هو هذا الذي يحتوي على فيدامن سي نعم. هذا يأتي بعض ذول الاثنين. ويحتوي عليه بشكل عجيب. لكن. بالشروط التالية. وفي الطريقة التالية. أخواني اللهانة. كل كوب واحد يحتوي على 30 ملغام من فيدامن سي. راح تقول لي. اوكي. بس أنا مطلوب من عندي يومية. على الأقل. 90 إلى 150 ملغام من فيدامن سي. وحتى الجهاز المناعي وجسمي يشتغل بشكل صحيح. راح أقول لك نعم. لكن هي هذه المفاجأة اللي راح تسمعها الأول مرة. اللهانة بالذات اللهانة الحمراء. الحمراء أخواني. طبعا الخضراء مراعة. لكن لو كان عندك الحمراء أو خلطته الأثنين. يعني راح تكون أنجزت العمل بأفضل طريقة. لو قمنا بأحثار اللهانة أخواني. الحمراء والخضراء. وخلطناهم سوية. أو الحمراء أو الخضراء وحدهم. وعملناهم طرشي. مخلل. كما يقول الأخواني في الشام وفي مصر. وفي الدول الثانية. وقمنا بتخليله فقط بالماء والملح. وتركناه ثلاث أيام. بعد ما نأتي عليه هذه المفاجأة أو الصاعقة اللي راح تسمعها. ونأخذ كوب اللي كان يحتوي على ثلاثين ملغرام. راح نجده إذا قصنا. يعني بالأجهزة. أجهزة قياس ويتامين سي. راح نلقى هذا الكوب الآن يحتوي على سبعمائة ملغرام. يعني أضرب. الخمسين. في كم ضعف. حتى تحت. يعني راح يصير كوب اللهانة المخللة. بالماء والملح فقط. حالة حالة الكامو كامو والأسيرولة تشيري. بدل ما تروح تشتريه من الأنترنت. الكيس يصل سعر أحياني إلى ثلاثين واربعين دولار. أو خمسين دولار. للكيس الواحد. سوي اللهانة. أو المخلل. أو الملفوف. أو الكومب. تخللها. وتحطها في منزلك. وتتناول كل يوم ملعدها. كوب واحد. هذا الكوب الواحد. راح يعطيك ما يحتاجه جسمك. أكثر من عشر أضعافة. أخواني هذا معلومة لأول مرة تسمعها. راح يرفع بيتامين سيل. موجود في المخلل أو في اللهانة. أو في الكومب أو الملفوف. من خمسين ملغام. في الكوب الواحد إلى سبعمائة ملغام. وهذه متأكد اندهشت لمسمعتها. طيب. الكيوي. رائع جدا. من أعلى الأشياء يأتي درجته بعد اللهانة. طيب. في الفلاية واحدة. في الفلاية خضراء أخواني. الفليافلة اللي سموها في الشام. أو الفلفل الأخضر. يحتوي على ضيتامين سيماني وعادة ليمونتين. أيضا يحتوي. في الفلاية خضراء تعطيك كل احتياج جسمك. 90 ملغام في اليوم. ليمونتين. تعطيك 90 ملغام في اليوم. إذا تناولنا أخواني البابايا. طبعا البابايا موجودة أيضا تحتوي على فيتامين سيماني بكمية عالية جدا. السلاطات الخضراء تحتوي على فيتامين سيماني بكمية عالية جدا. الآن تستطيع الحصل عليه وأنت جالس في بيتك. أرخص حتى من فيتامين سيماني تشتري من السادليات بهذه الطريقة من الطعام. ما مصادر فيتامين؟ كيف تحصل عليه بأفضل وأرخص الطرق من الطعام الصحي؟ ثانيا الطعام الصحي. ثالثا الطعام الصحي. رابعا الطعام الصحي. خامسا الطعام الصحي والصبور له أكثر. كان كتبت لكم بعد بس الصبورة خلصت وكما قال الفنان المصري سعي الصالح. الصبورة خلصت أقب صبورة عن دمي يعني كما قال. فتحصل عليه أخي الحبيب من الأكل من الطعام. كثير من تسألات الوردتني. قالت لي دكتور مين نحصل على فيتامين سي؟ قلت لهم من الطعام أخواني أحباب من الطعام. طيب. الآن نأتي إلى دراسة حقيقة الصبورة مكفت يعني. لكن حتى تعرف إيش كمت فيتامين سي. أخواني الأحباب هذا الشيء يريد أن تسمع الأول مرة. الحيوانات بعض الحيوانات أخواني الماملز اللي هي الحيوانات اللبونة مثلنا يعني. بقدر الله جسمنا لا ينتج فيتامين سي. نحتاج أن نحصل عليها من الخارج. طيب. أعطيكم مثال. دراسة أجريت على الماعز العنز. وجدوا أن الماعز هي أقل حيوان ماملز. يعني أقل الحيوانات الثدية أو اللبونة التي تصاب بالأمراض. ليش؟ لما درسوها وجدوا أن هذه الماعز تقوم بإنتاج فيتامين سي. جسمها نفسه ينتج كل يوم ثلاثة عشر ألف ملغرام من الفيتامين سي. يعني بقدر اللي ينتج جسمك أنت يعني كإنسان بعشرات المرات. طيب. لأنه تعلم يعني بفضل الله الله سبحانه لا يعلم كم هو فيتامين سي ضروري لهذا الحيوان حتى يعيش. ولما تمرض لما يقدر الله عليها وتمرض جسمها ينتج ضعف هذه الكمية. يعني كمية هائلة حقيقة. كمية هائلة من الفيتامين سي ينتج جسمها في اليوم الواحد. طيب. الماعز هذه جسمها ستستطيع إنتاج فيتامين سي. وكثير غيرها من الحيوانات أيضا ينتج أجسامهم الفيتامين سي. المشكلة معنا إحنا البشر إخواني أجسامنا لا تنتج فيتامين سي. لذلك هو أساسي جدا. كل الأطباء الآن الأطباء المناعة يعرفون أنه أي مريض يصبح عنده أمراض المناعة الذاتية. صدفية. ربو. أمراض الأمعاء. كرونز. سيلياك. كل هذه الأمراف. الأمراض الجلدية. أمراض المفاصل. كل هذه الأمراف. يقوم بالطبيب يعطاه فيتامين سي. لأنه أساسي وأسسنشل لعمل مناعة جسمك بشكل صحيح. فيتامين سي إلى ما أخذت جسمك يبدأ ينهار. مفاصلك تبدأ تنهار. الناس المصابين بدأ الأسقربوط. البحارة اللي كانوا يصابون بدأ الأسقربوط ويموتون. ما كانوا يعلمون إيش السبب. بعدها لما بدأوا. بدأوا يعلمون أن السبب هو نقص فيتامين سي في أجسامهم. فبدأوا يعملون الحمضيات. البرتقال والليمون على شكل معلبات. ويأخذوا معاهم في البحار الأشهر اللي يسافون بها. يظلون يتناولون في الطريق. فلا يصابون الحمد لله بدأ الأسقربوط يعني. والأسقربوط يعني. والأسقربوط يعلم الأطباء ماذا يفعل بالإنسان. يعني يعمل دوالي ويعمل سبايدر فينز. يعمل دوالي ويعمل دوالي وروماتيزم. وكل هذه المشاكل فقط. إذا نقص عندك الفيتامين سي. طيب. الآن أخواني عرفتم. الفيتامين سي من هنا يأتي. عرفتم. كل الأشياء اللي يدخل فيها فيتامين سي. يعني المسألة ممسألة جهاز تنفسي. ومسألة فقط انفلونزا وبريد وهذا. لا. مسألة مسألة منعتك. من الألف لليها يعني. جسمك بالكامل. نظارة جلدك. امتصاص الكولاجين. عمل الفيتامينات الثانية. إذا لم يكن فيتامين سي موجود. لا عملها. المنعتك. طيب. أخواني. ذكرنا لكم قبل قليل. عن مسألة الساوكاوت أو المخلل. المخلل الملفوف. قلنا لكم انه كل كوب واحد من عنده. لما تعمل مخلل. راح يحتوي على 700 ملغام. يعني الكوب الواحد راح يعادل حبة. أم الألف اللي تشتريها منصها. واللي جسمك مراح يمتصح. وهي 7 ملغام. لما تأكلها. جسمك يمتصح بالكامل. مراح يفرض. طب اي شي منها. لانه هذا فايداميسي. اللي خلق الله سبحانه وتعالى. بكل جزياته. سي كومبلكس. طيب. تعرفون اخواني ايضا. من المفاجأة الثانية. انه هذه كوب المخلل الملفوف. او الملفوف او الكومب اللي انت عملته. هناك بكتيريا سموها بروباياتيك. اللي هي البكتيريا المفيدة. والان تبيعها الصادليات العربة. يصل سعرها الى 30 دولار. فيها مئة حبة. مئة حبة. كل حبة تحتوي على مجموعة من التشينز. يعني او من هذه البروباياتيك. اللي هي مفيدة. يعني حتى يعني تعالج لك الغازات والامساك. وتجعل جسمك يهضم الطعام بشكل افضل. ومفيدة للمناعة. لانه هي بكتيريا مفيدة. كما قلنا للجهاز الهضمي. كلما كان البكتيريا مفيدة اكثر. كلما عملت جهاز الهضمي بشكل افضل. وكلما كانت مناعتك اعلى. لانه كما قلنا لكم. هذه المفاجئة اللي سمعتها قبل من عندنا. جهازك المناعي. اميونيتي سيستم. ثمانين. سبعين الى ثمانين بالمئة. الى تسعين بالاية. موجود في جهازك الهضمي. فقط. وعشرة بالمئة موزع على انحاء جسمك. فجهازك الهضمي مواقع. جهازك الهضمي لا يعمل. ومشاكل به. عندك ليكي قاط. او عندك امعاء مرتشحة. عندك تهيجب العمعاء. مناعتك. صفر. وهذا شيء على ما كل انسان عنده مشكلة بالجهاز الهضمي. تعرفون اخواني انه هذا الكوف. وهذا ايضا مفاجئ. ثانيا راح تنساق من عده. يحتوي فيه داخل على واحد تريليون. من البكترية المفيدة. اللي هو بروبياتك. يعني تعرفون اخواني كم يعادل من هاي العلبة اللي تشتريها من الصليل. ثلاثين دولار علبة. يعني ما يعادل. خمس الى سبع علبة. كل علبة تحتوي على مئة كبسولة. مئة كبسولة اخواني. انا اتكلم الآن عن ثلاثين دولار. ضغب خمسة. طلع الناتج انت. احيجري يطلع عندك الناتج. ثلاثين دولار. ضغب خمسة مئة وخمسين دولار. هذا الناتج اخواني. بدل ما تصوف مئة وخمس دولار. على خمس علب. كل علب بيها مئة حبة. تاخذيهم مئة حبهتين من عندها. تستطيع اخذ كل هذا. وكما قلت لكم. على عناد الصيدليات. وعلى عناد مصانع الدواء. وعلى عناد شركات المكملات الغذائية. هذه المعلومات ستوصلكم مجانة من عندنا. ونسألكم الا الدعاء. وننتنشوها بين الناس حتى يستفردوا من عندها. كل كوب ستأخذه. سيصعد مناعتك. ما شاء الله سيصعد مناعتك. سيصعد مناعتك. لانه جهازك المناعة يقوى. البكتيريا المفيدة بجسمك ستسيد. الغازات والانتفاخات ومشاكل هاضم كلها ستروح. البكتيريا الحلزونية ستتموت. لانه ستجد مكانها تعيش به. المناعة عندك ستصعد. لانه انت اخذت في كل كوب واحد من مخلل اللفت. مخلل الكرومب. أو مخلل اللهانة. أو مخلل الملفوف. اخذت بي 700 ملغرام بالكوب الواحد. ايش حال اذا اكل كوبين بليون. او ثلاثة كواب بليون. طيب. اعتقد اي رسالة وصلت. سيكون عندك فيتامين سي كافل جسمك باذن الله. رائع جدا. واخوانا حتى نعلم مشكلة فيتامين سي. انه water silable. قلنا لكم حتى وان طالت الحلقة. سنقطع كل شيء. فيها عن فيتامين سي. water silable اخوان ايش. يعني انتصاصة يذوب في الماء. فيتامين. هناك فيتامين نوعين. فيتامين من الماء الفيتامينات. water silable. oil silable. يعني ذائبة في الماء. وذائبة في الدرون. فيتامين سي ذوف الماء. يعني كل شيء. زائد عن جسمك. يأخذه عن طيار الكلة. يعني اليوم عندك فيتامين سي في جسمك. غدا ما عندك فيتامين سي في جسمك. يعني ماكو شيء اسمه. اليوم سيأخذ حبايات فيتامين سي ثلاثة او اربع حبايات. كفيني الاسبوع كلها. انسى هذا الموضوع. فيتامين سي جسمك يأخذ كفايته. والباقي يطرح على الدرون. لذا تحتاج تأخذه كل يوم. عن طريق ايش. الغذاء الصحي. طيب. شون نضمن انه فيتامين سي يمتص. كما قلت لكم اخوان هناك فرق بين. تاكل. يمتص. ما يمتص. تذكرون هذا اللي قلنا عليه. اخواني. اخواني. اقولها واني لا اجام بالفطب. يعني عرفتم هذا اعتقدر اي انسان مشترك بهذا القناة. ويتابعنا على الفيسبوك يعرفون ان هذا لا اجام بالفطب. ترضى ما ترضى. يرضى لا طباء ما يرضون يعني. ترضى شركات الدواء ما ترضى. انا اوصل لك المعلومة امانة. اذا اكلت فيتامين سي. واكلت معها خبز. او اكلت معها سكر. لن يمتص عندك في جسمك. شرحت هذا الموضوع مرارا وتكرارا. خبز رز. سكر حلويات معجنات مع فيتامين سي. لا يوجد امتص. لماذا؟ هناك مستقبلات اخواني. هذه المستقبلات تمتص. الاشياء. يعني كل انصر. الفيتامين سي فيتامين بي. فيتامين دي. كل واحد الى ريسبتر خاص بي. يمتص. فيتامين سي اخواني مشكلته انه. عند ريسبتر واحد يشترك بي. هو وسكر الفريكتروز. وسكر الجلوكروز. فلما يأتي سكر الجلوكروز. يدخل للجهاز الهضمي فيتامين سي. ويجلس على ريسبتر. الفيتامين سي يصل يلقي ريسبتر مليان. فما راح يحدث امتصاص. هذا الرقم واحد. ثانيا هذه المعجنات اخواني. تحت على مادة الفيتك اسيد. اللي تعيق امتصاص كل الفيتامينات. والمعادن الثاني. واشي راح تهم اليوم وراء. ثالثا اخواني. لما ناكل المعجنات. المعجنات راح تعمل رغوة في داخل الجسم. لانه احتراح على مادة الكلوتين. وعلى مادة الستارج. الموجودة اللي هي المادة النشأ. فراح تعمل رغوة. هذه الرغوة او الفوم. او الجلمودة اللي راح تصير في المعدة. راح تسحب كل حمض المعدة. حمض المعدة راح يكسر جزيئة الفيتامين سي حتى يستفاد من الجسم. فراح تدرب امتصاص. لما تدخل المعاء اخواني هذه المادة. راح تغطي جدار الأمعاء من الداخل. مثل ما لعملت فريد او فتة كما يسمونها. راح تشوفها يعني. المعون او الصحن ملأ بالنشأ. هذه المادة النشأ. راح تغطي كل العصارات. كل الزغابات الموجودة في داخل البطانات الأمعاء. وراح تمنحها من امتصاص أي شيء. فراح الشيء الأخثة والاستفادات من عنده. كل ما يذهب. شون نمتصه؟ نمتصه بطريقة التالية يا أخواني. الناس اللي يحبون الأكل. الناس اللي قدر الله بيضروف الحجر الصحي في كورونا. يعني وجالسين في المنازل. وملتهين بس الأكل من الصبح للليل. شون تتمتص جسمك فيتامين سي. تقعد الصبح تعمل الأفطار التالي. بيض. أو لحم. أو دجاج. أو أي شيء سمك بروتين فقط. مع صحن سلطة كامل. يحتوي على كل شيء حتى البصل وثوم. ومع كوب. من الساوركراوت. أو المخلل الملفوف. ستعطي جسمك نبضة من الفيتامين سي. تكفيك اليوم كله. راع جدا يمتص جسمك بالكامل. هذه الطريقة صحيح أخواني. الطريقة الثانية. أن تأخذ نفس هذا الشيء العصر. أو تأخذه بالليل إذا كان الله سبحانه أنا وعليك. بهذه الطريقة. صحن سلطة مع قطعة بروتين. مع فيتامين سي. يمتصج جسمك بالكامل وهذا هو السو. في امتصاص فيتامين سي. طريقة ثانية. تأخذ فيتامين سي أخواني. من الطعام بهذه الطريقة. ليس هذا الصيدلان المصنع. مع شربة أو سوب أو حساء اللحم. اللحم اللي يحتوي على العظم. سواء كان لحم دجاج أو لحم أبقار أو لحم ماشية. راح يمتص الفيتامين سي. يمتص عندك الكولاجين الحقيقي أخواني. اللي تبحثون عن نظارات الوجه. وتستعملوا بهذه الطريقة. هذه طريقة رائعة. انه تستخدم بها فيتامين سي. بهذه الطريقة. جسمك يمتصها بالكامل مع الكولاجين. مع كل شيء. المهم انه لا تأخذ معها لا خبز ولا فكتوز. الرسالة وصلت. طيب. أسئلة وردة أني. لي أكثر من مرة من النساء. يسألون عن. ممكن استخدم فيتامين سي في تخشي الوجه. طبعا أنا ما أعرف سبحان الله العظيم. النساء أخواتنا نساء من يجبون هاي الأفكار يعني. أنه أجيب فيتامين سي هذا الفوال. وأطحنه وأضعه على الوجه. فيقوم بتبيض وتفتيح البشر. يعني. نساءنا حفظهم الله ورعاهم. القوارير يعني. من أن يجبون هذا الكلام ما أعرف يعني. أخواني. أخواتي الذين يسألوا هذا السؤال. من دول الخليج بالذات. الله يحفظكم ويبارك بيكم. فيتامين سي أخواتي. الأسكروبيك أسيد الموجود بالصالة. ليت مخلوط مع مادة اسمها ستيريك أسيد. ومادة اسمها مادة حمض الليمون. ومادة الخل الصناعي. جيد. ستيريك أسيد وستيريك أسيد. هؤلاء الثانيين حمض. الأسكروبيك أسيد حمض. السلفريك أسيد حمض. وما تحطيه على وجهك. هذا ما سيقومه. يقشر الطبقة الخارجية. يحرق الطبقة الخارجية. يزيل الطبقة الخارجية. فعندما تضيين في المرات. وجهي صار أبيض. وانت بالحقيقة أحرقتي الجلد الخارجي. طبقة ملاتونين. أو طبقة البيغمينتس. راحت. انتهت. طارت. هذا ما سيقومه بالمستقبل. سيجعل الجلد حتى يدافع عن نفسه. وهي واحدة من الخرافات التي يستخدمها الآن. خاصيات التجميل وغيرها. يعني يضحكم بها النساء. تستخدموا فيتامين سي حتى يفتح البشر. الجسم عنده تكنيك أخواني. حتى يدافع عن نفسه. إذا تقشر أكثر من مرة. يقوم بتسميك طبقة الجلد. وهي أطباء الجلدية يعرفوها. معلومة من البيسيك يعني. الفاهمين حققتين يعرفوها. لذلك لما نعطي للإنسان ستيرويدز أو كورتيزون. من أحد المظامات استخدامها على المدى البعيد. انه الجلد بعدها يبدأ يسمك. فيبدأ الحالة تصير أسوأ عن مريضة صلفية وأسوأ عن مريضة الأكسيمان. هذه الحالة نفسه أختي للكيك. لما تستخدمي فيتامين سي. لما تستخدمي بهذا الطريقة. طريقة انه يعني 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 تحطيه على وجهك. اللي سيحصي شنو. اللي سيحصي انه خلايا وجهك تبدأ اكتسمك مع مور الزمن. وتبدأين تصابين بالتجاعد. ويبدأ صحة وجهك تتدمر. فاحذري هذا العمل. احذري القيام بأي عمل. لا يستند على أي دليل علمي. طيب. فيتامين سي اللي نشتري من الصيدلية تينفعنا مليون مرسلت هذا السؤال. أخواني ينفعكم لكن أحصل على فيتامين سي من الطعام. وبعدها يعمل التالي. يجب فيتامين سي من الصيدلية اللي هو الأسكوربيك أسيد. اللي هو أخواني حتى تعرفون شيء. الأسكوربيك أسيد أبدا مائتي في الطعام بأكثر من 100 ملغرام. يعني في الطعام بحثت عنه في الليمون في البرتقال في الفل الأخضر في الملفوف ما راح تكون أكثر من 100 ملغرام. لأن الله سبحثه لا يعلم أنه هو هذا الحد اللي يحتاجه جسمك. فقط حتى يحفظ الأجزاء الباقية اللي قلنا عليه بداية الحلقة. لو أتيت بيمن الصيدلية أخذها بالطيقة التالية. أخذ الطعام صح؟ صحي؟ مكملات للأصحاب الإمكانية جيدة. وخل الملفوف. كيوي. حمضيات. ليمون. شرف الأخضر لأصحاب الإمكانية اللي علاقة حالهم. انتصت جسمك بشكل صحيح. تجيب الليل قبل ما تنام. تحط الفوار بالماء. وتشربه 500 ملغرام أو 1000 ملغرام. ما عندنا مشكلة. وتذهب إلى النوم. بعد الأكل و بعد الطعام. وهي هاي طريقة الصحيحة اللي أخبيها فيتامين سين. لا بأس أنه ما كان عندك متوفر خضروات وغيرها وغيرها وغيرها. أنه تأخذ 500 ملغرام أو 2 مليون فوار أو حبة. لكن تصدقني يا أخي. حبيب هذا أنا ما أجاب. هذا جسمك حمتص 5 إلى 10 ملغرام. فعني فلوسك. لا تهوح. إذا طبخت الخضروات. اللي قلنا عليها كلها. قل وداعا لفايتامين سي. وغني أغنية سانديبيال. الجيل الطيبين الحبابين. اللي كانت فوجون على كاتون سانديبيال. الأغنية أغنية الخاتمة لكاتون سانديبيال. والتي تقول فيه. وداعا إلى اللقاء في موعد جميل. أغنيها للفايتامين سي. لأن الفايتامين سي هو متحسد الحرار. يعني إذا سخنته وطبخته. قل وداعا. لا يوجد. فيتامين سي. لا يوجد. فكلما حطيت يعني. طعام. أو هذه الأشياء الخبراء التي قلنا عليها. وسخنتها وطبختها. غني أغنية سانديبيال. وأقول وداعا إلى اللقاء. فيتامين سي فموعد جميل. أو موعد قريب. طيب. الآن أيضا. خلصنا من مسألة. شون ناخذها. وشون نجيبها من الصيدلية. أيضا. بعض الاحتيال في الصيدليات والشركات الهذائية. أنه يعملون فيتامين سي أيضا. هذا السؤال سؤال من كثير من الأخوة. بالذات من الدول الخليج. ويكتبون معه مثلا. الحبة 150 ملغرام فيتامين سي. 850 ملغام هول فود هول فود كما نسميها في اللغة الإنجليزية يعني زبالة يعني لما أنا أجيب هول فود هول فود هول فود يعني 850 ملغام يعني أقل من أغرام واحد من الطعام الحقيقي هذا لا قيمة له أصلا فلما تقرأ هاي الهول فود يعني خلي ولن مثل كما نقول في اللهجة العراقية يعني هذا ضحك على العقول هذا احتيال الشركات المكملات الغذائية هذا لا قيمة له أصلا ليش؟ لأن لو لمسكت أي شيء من الطعام الطعام الحقيقي في الخضروات وخذت من عند عضة واحدة هذه العضة راح تحتوي على الأقل على الأقل 15 أو 20 أو 25 غرام من الهول فود فماكو داعي أخذ فيتامين بي 850 ملغام يعني بمقدار هلقد من الهول فود هذا لا شيء حق هذا هذا الموضوع أيضا سدينا هل له تعارض مع أي نوع من أنواع العلاجات؟ لا يوجد له تعارض مع أي نوع من أنواع العلاجات العكت هو يعمل كمساعد لكل أنواع العلاجات وغم ذلك أخي الحبيبي إذا كان عندك أي حالة مرضية استشعر طبيبك أنا أقول لك إياها وأنا مسؤول لا أقول لك أنا لست العلامة الفهامة العالم البروفسور لا كل كلام تسمعه مني ومن من هو أعلم مني من أي طبيب كان استشعر طبيبك مهما كان عندك حالة ومتأكد لو طبيبك كان فاهم سيقول لك أخذ لا يكون الأيضاء عليك إلا في حالة الحبوب ثقيلة للمعدة وتسبب حموظة ومريض القوح يتأذى من عندها ومريض الأمعاء سيكون عندك غاز يعني غاز بلودينج مشاكل عديدة في مسألة الحبوب أما باللعام الحقيقي أي مشكلة سيكون عندك سيكون متصج جسمك بالكامل ستكون مرتاحة جداً هذا الموسوع الكامل لفيتامين سي من الأفريلياء صوروها شوفوها أنت وأطفالكم حتى تستفادوا من عندها ويستفاد من عندها جميع الأفراد العائلة متأكد ما سيكون عندك أي سؤال بإمناته على بعدها على فيتامين سي وإذا كان عندك أي سؤال اكتبناها تحت رابط جزاكم الله خير كان معكم أخوكم محمد عبد الجبار الطبيب المتخصص في مجال البحث للطبي المقارن من الولايات المتحدة الأمريكية ضيفاً عليكم إن شاء الله في هذه الحلقة أتمنى أن تتحملوني تتحملون صراحتي معاكم ما تكون الحلقة مملئة من الحلقة كانت طويلة لكن حتى لا أتعبكم في أسئلة كثيرة أخواني لا تنسون اللايك دعم سبسكرايب على قناتنا قناة الطب المتوازم بيننا القديم والحديث صفحتنا على الفيسبوك كل إنسان أخواني ما يستطيع الاشتراك لأنه وصلتني كثير من التسرارات من أخوانا في الدولة العربية بالذات قولوا لي صفحتك ما تتقبل الأصدقاء ما تتقبل يعني أنه تكون متابعين اكتب لي اسمك أو عنوانك على الفيسبوك تحت رابط وأنا بنفسي رح أبعث لك دعوة هاي ماكو طبيبي يسويها بإذن الله تعالى لكن أسويها لأنه أنا أخوكم في الله قبل أن أكون طبيب معاكم وأنا مستعد إن شاء الله تعالى لمساعدتكم في كل شيء حتى تكونوا متابعين معي حتى لو سألتني ممكن أجربك على الماسنجر بنامج الماسنجر ورسالة صوتية أسهل إلي وأسهل إلك بإذن الله تعالى ووضح لك الفكرة بالكامل جلالكم الله خير أتمنى منكم الدعاء الحاج الحجية أنت كل من وعدنا أن يدعيننا نسألكم الدعاء واللايب والسبسكرايب والشير والنشر وبرك الله فيكم وعلى تعليقاتكم الجميلة لأثلج الصدري في كل مكان وجزاكم الله خير حبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته